مرة تقولي لي زود مرتبك دلوقتي عايزة انا اسللي فيك فمنعرضت عليك مبلغ قبل كده وعملتين نفسك عشر رجالة في بعض عشان رميتلي ملالين بتشحتهمني ولا كا اني عندي اي كرامة ولا في اي اعتبار للعشرة اللي بنا اللي كانت بنا نسمع مش هنقعد نرغي كتير في الموضوع ده تعني احنا قفلناه خلاص وبعدين اقولك حاجة من الاخر كده قوليني انت عايز ايه عشان انا مشغول وانت عارف انا مشغول قد ايه انا عاوز اقمن مستقبلي عاوز اخد منك مئة الف جنيه اعمل بيهم مشروع ايه مئة الف ايه مئة الف ايه عفريت لما اركبك اقولك حاجة لانا لو امي ذاتنا في ساعة طلبت مني المبلغ ده انا ممكن اكون عبوية طلقة اسماعيل يا بنت انت عارف ان ادخل على المناقصة دلوقتي لو رسيت علينا هتاخد كل فلوسنا اللي في البنك عارف المستعدة استنى لما المناقصة تخلص وبعدين تسليفلي الفلوس ومستعدة كمان اكتبلك بيهم شكاتة على نفسي نسمع انس الموضوع ده ولا قبل المناقصة ولا بعد المناقصة يعني ايه احنا تروح تشوف شغلك دلوقتي وما تجيش المكتب ده الا لمطلبك ماشي ماشي يا عمربي ماشي بس انا بقى كنت عاوز الفلوس دي عشان ابعد عن هنا وبعد عن طريقك وتسيب بعضه خالص لكن كده لسه في بيننا كلاما سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برو بم بم اشتركوا في القناة تمام حلو الخبر ده ياسر ننفذي حبيبي يلا بالتوفيق انت وشك امر عليها على طول كده خير يا حبيبي حالا اتأكدت لمنواقص ريست علينا بعد الساعة اللي انا وصلت له انا وتغريد وياسر ده اللي مفيش اي شركة ونفسها ممكن تنزل عنه الف مبروك يا حبيبي قولي بقى هتكسب كام انا مش عايز اسمع كلمة هتكسب ايه تاني اسمها هنكسب كام عشان انا كل ليك يا حياتي ربنا يخليك لي يا حبيبي الله يخليك المفروض ان هو نص مليون جنيه بس لو الامر اللي قاعد جنبي ده قاعد يدعيلي شوية كده يعني ممكن تبقى مليون جنيه طب لو دعيت من قلبي تاخدي 250 ألف جنيه ايه ده بس البخلي ده خد الملاقصة كلها يا حياتي وانا لأ ربنا يخليك لي انا كلي اصلا لك موسيقى 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 اشتركوا في القناة